ميدو ما تكلمش فقط لغير فيما هو متعلق بخطاب النادي الاهلي لبطولة السوبر هو ما تكلمش عن خطاب النادي الاهلي بالتحكيم ولكن هو رايح لسكة التحكيم ميدو بيمثل توجه مهم جدا عند نادي الزمالك بإلغاء الاستوديوات التحليلية أنا ليه أجيب الاستوديو التحليلي؟ وتحديدا ميدو عن تجربة ما يقدرش يشكك فيها لغى الاستوديو التحليلي لما كان جاي بحكم أجنبي جلجر وبدأ يروح لأراء تحكمية هو بيعلنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به فيروح يلاقي الخبير التحكيم الأجنبي بينصف قضايا النادي الاهلي تحكمية وبيوضح كم مجاملات بتحدث للمنافسين ويكفي أن جلجر قال تصريح عن جول أيمن أشرف في البنك الاهلي قالك ده الجول ده لو تلغى بالفعل ده 50% من الأهداف اللي في دوريات العالم كلها تلغى فعمل ايه لا اوقف اوقف ليه لأنها تكشف ليه لأنك مش هتقدر تقول أصل الحكم ده بيميل للأهلي أصل الخبير التحكيم ده بيميل للزمالك أصل الخبير التحكيم ده ابنه موجود فبيدافع عن ابنه أو عامه موجود أو أب عامه ازاي ابن أخوه موجود فبيدفع عن ابن أخوه مش هتقدر تقول ده ده هو جايب واحد هو واسق تماما انه هو جايب بدون ألوان فبيصدموا على أرض الواقع وعلى الهوم بشارة ان النادي الآله بيتعرض لظلم التحكيم يبقى هنا نعمل ايه او اف ليه عشان نقدر نضغط على الحكام المصريين برئيس لجنة حكام مصري فنقدر اننا نخلق منافسة ونحتوي نادي فيبدأ ينافس على بطولة الدوري مع النادي الآله تعالوا نسمع احمد حسان ميدو وهو بيتحدث في التوجه لدى خبراء التحكيم والاستوديوهات التحليلية انا بتمنى ان موضوع كل الاحترام لكل الناس والله لكن في وقت من الوقات لازم تاخد كده هدنة انا نفسي ان الموسم الجديد ده يبدأ بحلم يعني ان اول حاجة حكامنا يكونوا غدين مستحقاتهم قويس جدا تاني حاجة نزام حضرتك بتقول ان الحكام يحسوا بالحماية عن طريق وجود لايحة انتباط واخلاق ولايحة عقوبات قوية على جميع ناصر اللعبة طيب عارف ان انا بحكم وزي اذا اي حد ممكن اغلط وايه المشكلة لو غلطت مش هتدبح وان انا المطشاط اللي بعدين هيبقى موجود وكل الكلام ده كله ونفسي ان واحدة من الحاجات ان احنا نعملها عشان نخطط لموسم ناجح ان احنا نوقف الفقرات بتاعت التحليل التحكيمي لمدة موسم لغاية لما حكامنا يوقفوا على رجليهم وحكامنا يبقى خلاص عندهم باكاب صحة والدنيا ترستأت صحة وكل عاجة كويسة بعد كده رجع الفقرات تاج ده نفسي خلينا اقولكم ان فيه تلات نقط اتكلم عنهم الكابتن احمر حسان ميدو من اجل ان الحكام توقف على رجليهم الاولى واحنا بنتطفق معا فيها ان مستحقات الحكام يتم دفعها في معادها طيب قبل ما تنفذ الاولى دي او قبل ما الطالب الاولى دي يبقى لازم تطالب الاندية تدفع الديون اللي عليها للاتحاد المصري لقرات القدم مهما ينفعش الاندية ما بتدفعش وبالطالب الاتحاد اللي هو يدفع ففي خطوة سابقة عن خطوة ان الحكام تاخد المستحقات في معادها قالوا وهي ايه ان الاندية اللي عليها مديونية تقدر بالملايين تدفع المستحقات للاتحاد في معادها ده رقم واحد الخطوة التانية قال ايه ان لازم يكون في لجنة وليحة اندباطية عشان محدش يتعرض للحكام طب ما انت برضو قبل ما تقول الكلام عن الليحة اللي تحمي الحكام لازم تبدأ تفكر هو مين اللي بيطلع يتنمر على الحكام ويقالل من شكل الحكام ويهين اهانة مباشرة للحكام بغض النظر هو متضرر ولا مستفيد ده بيبقى مستفيد وبيتم انتقاد الحكام بشكل ياريت انتقاد ده اهانة الحكام فلازم وانت بتتكلم عن نقطة تانية يكون في الباك جراند بتاعك مين بيعمل كده مين ما بيدفعش مستحقات للاتحاد مين بيهين الحكام المصريين تعال بقى للنقطة التالتة وكأن النقطة التالتة دي لما بيطلع استوديو تحليلي بعد المباراة بعد المباراة هو اللي بيقصر على ده الحكام لا اللي بيقصر على ده الحكام النقطتين القولة والتانية انه مش واخد مستحقاته النقطة التانية انه هو خايف من مسؤولين هيطلعوا يهينوه على الشاشات خايف ان اهله وريبه وولاده يسمعوا الاهانة بودانهم عشان اخطأ في المباراة لا القصة باختصار شديد ان كيلاتن بيرجي نفسه كان عامل استوديو تحليلي للحكام كان عامل استوديو تحكيم الحكام وبيعرض اللي بيحصل ما بين الحكام وحكم الفار وحكم تقنيت الفيديو يعني فالقصة مش دي خالص يا ميد القصة في النقطة الاولى والنقطة التانية وابحث عن مين ما بيدفعش المستحقات لدى الاتحاد ومين اللي بيهين الحكام وبيتنمر عليهم وبعد كده ابحث عن التحكيم اطلع دافع عن خبير التحكيم الاجنبي وقول ان احنا محتاجين نلغي مصطلحات من التحكيم المصري عايزين نلغي الاحتواء عايزين نلغي العبور بالمورال بر الامان عايزين نلغي التصرحات الكتير اللي خدمت على نادي واحد بعينه ده كده اقولك انت فعلا عندك هدف وهو مصلحة كرة القدم المصرية مش مصلحة نادي واحد الكلام يا اسامة بتاع ميدو كلام بالنسبة لي مخيف جدا لان حاجة من اللي تميد لو الكلام ده فعلا قناعات ميدو فهي مصيبة ولو مش قناعاته بيقولوا عشان يغضم مصالح نادي معين فهي مصطين ليه؟ لان يا جماعة في فكرة كده بسيطة جدا ما بين كل الناس العجلة تم اختراحها منذ سنوات ففكرة اختراع العجلة هي حاجة تصير الريبة لما حد يجي يقول لي تعال احنا عنا نعمل اختراع عظيم فاسمعوا حيقول حنخترع ايه قولي تعال اخترع العجلة اللي هو ايه تم اختراع العجلة ده من سنوات فده اللي هو بيقوله العالم كله يا جماعة ليه؟ ستوديوهات بتحل التحكيم العالم كله محدش شاف ان حل مشاكل التحكيم في النوع يمنع الناس تعقب ولا تقول اخطاء ولا تحاسب الحكام طب مين اللي بيخترع ده؟ اللي بيخترع ده تربط بقى مع الكلام حد من مصلحته ان ده ما يكونش موجود وانا بقول مسؤولين نادي الزمالك ناديوا قبل كده بشكل واضح وصريح بان فقرة تحليل التحكيم ما تكونش موجودة هل ده ما بيخليش الناس تكسف من نفسها؟ هل ده ما بيخليش الناس تحس ان هي المستفيدة من الاخطاء التحكيمية؟ لان انا لو بقول ان انا عايز الغي التحليل التحكيم لمصلحت الحكام حسدقك انما انت اكتر حد بتهاجم الحكام انما انت طول الوقت بتهاجم التحكيم وتضغط على التحكيم وتسيل التحكيم بكل انواع العبارات يبقى أصدقك ازاي؟ أصدق ان هدفك تحل المشكلة دي ازاي؟ وعلى فكرة حتى اللي اسامة كان بيقولها هو بس يا جماعة مش اني نادي الزمالك يدفع مديونياته فبالتالي أولا ان الاندية تلتزم قبل ما الاتحاد يلتزم لا ده جزء من تضرر الحكام نفسهم هو نادي الزمالك عشان كده أنا مش فاه ليه؟ لان أنا باجي الحكام ما بياخدوش مستحقاتهم ونادي الزمالك ما بيدفعش المديونيات اللي عليه فبالتالي لما اجي اسأل فلوس الحكام فين؟ فلوس الحكام عند نادي الزمالك وانا بقولها صراحتك فلوس الحكام عند نادي الزمالك فكرة بعض الزمالك محجوز عليه الزمالك مش محجوز عليه ماهنت لو محجوز عليك وعندك مشاكل في إراداتك ومصرفاتك مفترض ما تاخدش التراخيص اللازمة مفترض شوفنا قبل كده لجنة الترخيص بتستقيل مفترض يا ميدو هو ده الاحتراف اللي اتكلمني عليه ان الاندية اللي ما بتقومش بوفاء الالتزامات بتاعتها تكون برا المسابقة مش ان عدي دي وتحكيم ما تتكلمش فيه ميدو دايما لما بيكلمني في قراءه او بسمع قراءه وانا وهو بيتكلم حسنا جماعة في مدرستين في شوية تراب كده فيجي حد طبيعي يكون رأيه يا جماعة تعالوا نكنس التراب ده او ننظفه او نشيله وفيه حد عنده نظرية تانية لحل التراب ده اللي هو يرفع السجادة وحط التراب تحتها دي نظرية ميدو اللي هو ما تعليقش حاجة مدونياته والكلام ده لا يطلع يضغط قد يشكر حازم امام في انه هو ساعده للتحايل على فكرة المدونيات مدونية تجادول مشاكل تحكيم لا ما تحللش تحكيم وارفع السجادة وحط التراب تحتها ما حدش هيشوف نظرية دي مستحيل تروح بالكرة المصالية الابدام وانا عندي مشكلة ان ميدو دايما بيقدم نفسه كحد عنده فيجن كحد عنده رؤية وافكار وانا بشوف ان ابعد ما يكون عن الحتة دي لا ما بقاش يا فارس ما بقاش هو بيقدم نفسه حاليا نوع مسؤول فينا خلاص هو خلاص اقول لك الكون في الاقتداء حصل ازاي ميدو تجربته برا اكيد لو حد حتى هو نفسه مش سمارت مش عنده افكار بس عاش مع تجارب شافها قدامه حيارف يتكلم كويس وعرف يقولها كويس وقت ما انت تيجي تتحط في موقع تختار هل اللي انت خدت حتى القشور بتاعته دا حتنفزه ولا يغلب عليك الانتماء طب الانتماء ممكن يغلب عليك في مدرسة ادارية زي النادي الاهلي فتبقى متشبع بافكارها فتبقى شبهها لما تفكر على الجانب الاخر انت متأثر بمدرسة انت لما دخلت اختلطت بيها شفت شفت الواقع وشفت الطريقة وانت نفسك بتيجي تقول دلوقتي ان هي فيها مشكلة كبيرة جدا فتأثرك بيها هو اللي بيطلع الاراء اللي في رأيي فيها كتير جدا من العوار وانت ترجمة نانسي قنقر